لا أحد يرغب في إجراء انتخابات مبكرة في العراق هكذا هو حال أحزاب السلطة المتصارعة على البقاء في سدة الحكم في مشهد يفسر خشية الكتل السياسية من خسارة انتخابية مدوية في حال أجريت الانتخابات البرلمانية العام المقبل بلا تزوير بعد أن فرض الثورة تشرين واقعا سياسيا جديدا ومزاجا شعبيا رافضا لاستمرار أحزاب السلطة الفاسدة في حكم البلاد موقع المونتر الأمريكي كشف في تقرير له عن مساعي الأحزاب الحثيثة لعرقلة قانون الانتخابات خشية خسارة مقاعدها على الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون وصدق عليها البرلمان أواخر العام الماضي تعديلات أكد خبراء قانونيون أنها تصب بشكل أو بآخر في مصلحة الأحزاب الكبيرة إلا أن المخاوف من خسارة مقاعدها يبدو أكبر بكثير ومن المعلوم أن إجراء الانتخابات المبكرة في العراق يحتاج إلى توفر أربعة شروط أساسية هي استكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد الذي ما زال محل خلاف بين الكتل وإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات واستكمال النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية بجانب توفير بيئة أمنية مناسبة وهذا الشرط الأخير يبدو بعيد المنال نظرا لاستمرار الاغتيالات والخطف بحق المتظاهرين أو أي صوت مناهض للسلطات واستمرار سيطرة الميليشيات على الملف الأمني وعلى الرغم من مطالبة أغلب رؤساء الكتل بالانتخابات المبكرة في العلن إلا أن الحقيقة خلاف ذلك فالقوى السياسية تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه حاليا من دون الذهاب إلى الانتخابات المبكرة وتعمل على عرقلة إكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد والكلام للنائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي أحد شركاء نظام المحاصصة الطائفية وثم تمن يؤكد بأن الأزمة الراهنة أكبر من مجرد خلافات سياسية بشأن موعد إجراء الانتخابات المبكرة إذ أن استمرار اختلال نصاب المحكمة الاتحادية يحول دون إجراء الانتخابات من الأساس لكون المحكمة عاجزة عن الانعقاد منذ شهور بعد إحالة أحد قضاتها التسعة على التقاعد والافتقار إلى آلية واضحة لتعويضه نتيجة نزاع مستمر داخل أروقة القضاء وبالتالي فإن كل ما يصدر عن المحكمة من قرارات بشأن الانتخابات غير ملزم اشتركوا في القناة